تبدأ أكبر محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة العمل الخريف المقبل في مسعى لتجنب حدوث أزمة إنسانية في القطاع المحاصر حيث ستصبح احتياطات المياه غير صالحة للاستخدام بحسب ما أعلن المالحون الثلاثاء ويعيش في القطاع المحاذي لإسرائيل ومصر ويحده البحر الأبيض المتوسط مليون وتسعمائة ألف نسمة بينهم قرابة مليون طفل يعانون للحصول على مياه صالحة للشرب سيحصل 150 ألف فلسطيني يقيمون في رفح وخان يونس على مياه عذبة صالحة للشرب وقام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بتمويل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة دير البلح جنوب قطاع غزة وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء المحطة سيتم إجراء اختبارات خلال الصيف قبل بدء المحطة العمل بحلول الخريف حيث ستقم بإنتاج 6000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا وسيتم مضاعفة الكمية في غضون ثلاث سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر